أنا لأول مرة هذه النسخة ما أحب كلمة راه أنتو لكني أرى أن الهلال هو الأقرب لنيل هذه البطولة في النسخ السابقة ما كنت أجزم حتى مبرد سدني ما كنت أجزم بأن الهلال يكون قريب لكن في هذه النسخة هو من مشاهداتي للفرق اللي في آسيا شاركت بصراحة أنا أجد الهلال هو أفضل يمكن فيه فريق كان ممكن ينافس الهلال وخرج له قوانزو الصيني بعيدا عن المفاجآت بعيدا عن الأمور النفسية التي تحدثنا عنها وذكرها أخوي عبد الله قبل قليل لكني أنا أتكلم الآن عن شأن فني خالص أنا أرى أن الهلال قريب جدا ولكن هناك شغلة مهمة لازم يعيها لاعبوا الهلال وهي أن مباراة الذهاب يعني أنا تصور من عندي ستكون في متناول يد الهلالي ونسأ يكسبون اللقاء هذا تصور وتوقع لكن أنا أقول يجب التركيز على عدم هدار الفرص بمعنى أنك يجب أن تكسب الفريق الياباني بهدفين أو أكثر حتى تكون رحلة الإياب مريحة جدا والعودة بالكأس من اليابان إن شاء الله الوضع الفني بكل أمانة ليس مقلق أنا متأكد أنصار الهلال وغير أنصار الهلال يدركون أن الوضع الفني غير مقلق أبدا أنا ما أبقى تحدث عن الأمور النفسية لأنه أتمنى إن شاء الله أن نتجاوزوها يعني مرت سنين كثيرة وخصوصا أنه الجيل الموجود الآن منهم خمسة ستة عناصر يعني عانوا في الفترات السابقة من المريات الأسوية لكن أنا أتكلم عن جاهزية فريق وليش أنا يا عادل الملحم يعني وضعت أو رأيت أن الهلال في هذه النسخة بطل آسيا وغرت فيها من فترة على فترة من زمان مشتوني لسبب مهم وحدوا وأنه أنا أتصور أن الهلال الآن كتشكيلة وكتوليفة وكجهاز فني أقوى بكثير من هلال سيدني وهلال سي أول وهلال العوام السابقة اللي مرت يعني أنت أكثر شيء تخشى على الهلال فقط إهدار الفرص هذا أكثر شيء تخشى على الهلال هذا صحيح لأنه تابعنا الدوري يا أخوي سلطان للأمانة اللي الآن كان يفوز يفوز عادي ما عنده مشكلة ولكن لو تشوف وتشوف المبريات اللي يلعبها أمام مثلا الفرق كثيرة لم يتجاوز يعني المرأة الوحيدة اللي يسجل فيها هداف المرأة التعاون اللي أربعة ثلاثة بقية الفرق كان يكسبها ولكن يهدر يعني واحد صفر اثنين واحد اثنين واحد بالتالي يمكن المحب الهلال يكون قلق من هذا الخاصية أنه يسيطر ولكن لا يسجل كثير لكن أنا أرجع وأقول والعلم عند الله وحده سبحانه أن المباراة ستكون في متناول الهلال بالذات مباراة الذهاب